أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هتري من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفو تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض فإذا هي دموا أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صحفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل نجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكفرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين أماز مشاء بن مهيم من ناع للخير معتد أثيم عدل بعد ذلك سنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخوطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا المصبحين أن اغدوا على حوفكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حظ قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترمقهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي ماتين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبل لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصيرهم ليزلقونك بأبصيرهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارع فأما ثمود فأملكوا بالطاغية وأما عاد فأملكوا بريح صوصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتل القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهدري لهم من باقيا وجاء فعون ومن قبله والموت فكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فاليومئذ واهيا والملك على أوجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا أطوفها دانيا كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام الخانيا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيا ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذوعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقى رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكفرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكفرين ليس له دافع من الله ذي المعارض تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبي صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونريه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنين وصاحبته وأخيه وفصيلته التي دقوين ومن في الأرض جميع ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفوا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقواه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخيكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخى لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لدغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصغرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا واجعل القمر فيهن نورا واجعل الشمس راجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوف ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطاياهم أغلقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكفرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا ولمن دخل بيتي مومنا وللمؤمنين والمؤمنات لا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا متخص صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شقطا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حوسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشعر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طراء قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه ربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رقا وإنا من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجر من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهِيرِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِبْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُؤْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصْوَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَونَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ قُمْ فَأَنْذِرِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَنْهِرْ وَالْرِجْزَ فَهْجُورْ وَلَا تَمْنُّ تَسْتَكْفِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورْ فَذَلِكَ يَوْمَئِذِي يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكِيفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَنْ هَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدٌ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّوْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّوْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّوْ ثُمَّ نَذَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْءٌ يُوثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْنُ الْبَشَرُ سَأُسْلِيهِ سَقَرُ وَمَا أَدْرِكَ مَا سَقَلْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَلَوْ وَاحَةٌ لِلْبَشَرُ عليها تسعة عشر وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النِّيرِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَغْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَا يَغْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَقُولَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِ لِلْبَشَرُ كَلَّا وَالْقَمَرُ وَاللَّيْنِ إِذَا دَبَرُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرُ نَذِيرًا لِلْبَشَرُ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّوْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينًا إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكُمْ فِي سَقَوْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنُ طَعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبْ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَافِرًا فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرًا بَلْ يُرِيدُ كُلُّ مُرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُغْتَى صُحُفًا مُنَشَّرًا كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرًا كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرًا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرًا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْتَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرًا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القياما فإذا برق البصر وخسف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخه بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قراناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا كلا بل يحبون العاجلا ويذرون الآخرا وجوه يومئذ ناظرا إلى ربها ناظرا ووجوه يومئذ باسرا تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكفرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نرين منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لولؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم فياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبل لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلا ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عوفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فوقا فالملقيا ذكرا عذرا أو نثرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدعيك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين وفقهم الآخرين الخيئة وإنسان شكرا 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 شكرا